رحياتي أصدقائي معكم موسى من قناة الكرة الزهبية رح نحكي بالفيديو عن قرعة دوري أبطال أوروبا مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا بعد قرعة اليوم مواجهات فينا نصنفة تحت اسم الانتقام أو تحت اسم رد الاعتبار تابعونا الآخر فيه قبل ما نبلش بالمباريات بحب تشكركم على دعمكم للقناة بتمنى دائما دعم للقناة لايك كومنت تفعيل زر جرس تكتبونا أراءكم بالفيديو توقعاتكم للمباراة خلينا نشوف شو كانت القرعة اليوم أول شو شفتوا البداية عم قولنا انتقام رد الاعتبار لأنه أكتر الفرع اللي رح تتواجه بالدور الثماني دوري أبطال أوروبا بالقرعة اللي صارت اليوم سبق وتواجهت مع بعض بالنهائي في أكتر من فريقين تواجهوا مع بعض خلينا نشوف المباريات المباراة الأولى ماشيسة سيتي بروس تودمورد ومباراة بالقمة مباراة رائعة طبعا كلنا بنعرف الأفضل الستي بروسيا تودموند مفدع نشرح لنا أكتر أو نحكي بلعب كرة جيدة جدا ممتازة كرة ممتعة كرة الألمانية دائما أي فريق ألماني بلعب كرة القدم تستمتع أنتم تفرج عليه إنما الإنجليزية سيتي كرة سريعة ماشيسة سيتي فريق جيد جدا المباراة فينا نقول متقاربة أو الأفضلية للستي أنا بتوقع سيتي تأهل المباراة البعدة تشيلسي وبورتو رجعنا للفرقة الإنجليزية تشيلسي وبورتو تشيلسي فريق فينا نقول جيد بورتو شفناه بآخر مباراة مع اليوفي فريق عنيد فريق ممتاز خاصة بس يسجل بس يسجل بورتو بتحسن الأداء فريق أنا شفته عنيد فريق بذكرنا يمكن زي ما نقوله بموناكو بالألفين وأربعة أو بالألفين فريق جيد جدا بينما تشيسي مباراة رح تكون تاريخية لتشيسي ليش لأنه تشيسي آخر مرة تواجد في نصف نهاية أبطال أوروبا من سبع سنين رقم خيالي ما بالنسبة لتشيسي رقم كتير بعيد آخر مرة تواجد تشيسي في نصف النهاية كان 2014 مسافة بعيدة أو وقت طويل بالنسبة لفريق متة تشيسي حتى أنا بس كنت عم شوف الأحصائيات استغربت بالرقم من 2014 تشيسي ما تواجد بالنصف نهاية بالنصف نهاية فلذلك أنا بعتقد أن هي فرصة تاريخية لتشيسي ليتفوق على بورتو ويتأهل للنصف نهاية بينما بدو يحزر من بورتو بورتو في حال سجل كنا شفناه مع جوفانتوس بس كان عم يسجل مباراة الزهب بداية المباراة فريق عنيد جدا وخاصة شفنا مدافعه بيبي مدافع ممتاز مباراة البعدة باريس سان جيرما بايرين أو قمة بس تسمع مباراة باريس سان جيرما بايرين بتحس بزلزال برأة مباراة لعام 2021 إذا بدك تستمتع بكرة القدم حضار باريس سان جيرما بايرين أنا بعتقد متابعين كرة القدم انظلموا به المواجهة لأنه أنا شخصيا مثل كل متابعين كرة القدم وبحبوا كرة القدم ومتعوت كرة القدم تمنواها تكون بالنصف نهائي بعتقد باريس سان جيرما بايرين مبكر الوقت أنه يلعبوا بأ دور الثمانية أنا باعتقادة وسبقوا حكينا أنه مواجهات السأر مواجهات التار مواجهات رد الاعتبار باريس سنجرما رح تكون هالمباراة فرصة لأله لياخد بالسأر سأر كرويا طبعا لخسارته بالنهاية 2020 مع البايرين بعد قطة المباراة باريس سنجرما اذا فينا نحكي 2021 2020 بعد قطة 2021 باريس سنجرما الفريق انضاج خلاص نشوفنا بمباراة برشلونة ما كان عم يخسر بالرومنت هذا فريق بيعرف شو بده صار في عنده النضج تبع ابطال اوروبا بينما البايرين ما في دعا لا نحل ولا نقول ولا نقول خلاص بايرين بايرين يونخ我要 فضل فريق باوروبا فالمباراة رح تكون نار جدا بعتقد المباراة لا بعرف ها المباراة بالذات تجيب وردي وتقول بـ باريس بايرين باريس بايرين انا جبت وردتين طلعوا معي بالمرتين بايرين انتو جبوها في جهربو اكتبونا في القمته ما رح يربح باريس سنجرما ولا بايرين المباراة الأخيرة رح تكون ريال مدريد ليفربول لقاء سأر أو أخذ بتار أو ما بعرف سمول بتسموه لمحمد صلاح أبو مكة كنا بنعرف اللقطة الشهيرة تبع راموس يلي الكل حكوا عنا أنه لو ما صار لقطة راموس كان صلاح أبو مكة كان استمر باللقاء وكان ممكن ليفربول يربح كنا شفنا بموسم أو بالنسخة 2018 كانت لقطة راموس عصلاح وكان صلاح يخرج من المباراة وكان ريال عم تفوق بالنهائي فينا نقول تحت بند سأر لصلاح أو رد الاعتبار لأن شوف صلاح أبو مكة مستنى هاللقاء كتير وابحد اللقاءات صلاح أبو مكة سألوه مين تتمنى تقابل بأبطال أوروبا قالوا الريال مدريد السبب واضح مباراة نهائية ما لعبة وكان في لقطة راموس شوي صار عليها حكي هلأ المباراة فينا نقول متقاربة متقارب ليش لأن الريال مدريد شفناه بالدورة مرة فريق رتمعالي مرة الفريق سيء مرة عم يربح على فريق ممتاز وفريق من المراكز المتقدمة وفريق قوي ومرة عم يخسر مع الأخير وليفربول نفس الشي يعني فينا نقول المباراة بين الفريقين متساوي بس برأيه هي فرصة سمينة تاريخية الريال مدريد لح تتوصل على النهائي ليش لأن في حال تجاوز رح يواجه بنصف نهائي تشيسي أو بورتو والفريقين بعتقد ريال مدريد أفضل منهم بينما على الجهة المقابلة بايرن باريس سنجرما رح يواجه بعتقد السيتي بالنصف نهائي ففرصة ريال مدريد أو فينا نقول الطريق معبد للنهائي بعتقد فرصة تاريخية لريال مدريد ما لازم يضوعها بينما محمد صلاح ورفقائه ليفربول بيعرفوا أنه هاللعبة لي أنخذوا الموسم التاريخي أو الكارسة فينا نحكي ريال مدريد ليفربول تفوق بسيط لريال مدريد السبب لوكا مودريش وكروس لوكا مودريش عم يكون بالوسط عم يعمل عم يعمل شغله كتير حلو ولاعب ممتاز ممتاز فينا نقول يعني بالفترة الحالية من أفضل لاعبين وسط الملعب مودريش مودريش وكروس يمكن هاي النقطة الوحيدة يلي ريال مدريد بتفوق فيها على ليفربول أنا بتوقع ريال مدريد حطونا توقعاتكم بالكومنت هيك بنكون حكينا عن المواجهات النارية في دورة أبطال أوروبا بفعلا مواجهات نارية مواجهات فينا نقول مواجهات سأر مواجهات رد الاعتبار رح تكون مواجهات أو لقاءات جدا ممتعة لعشاق الكرة قبل ما أختم الفيديو أنا حابب حط توقعاتي رح حط توقعاتي ويلي حابب يتحداني ويكتب توقعاته ويحطها بالكومنت أنا بتوقع بارم يونيخ سيتي نصف نهائي بالجهة المقابلة بتوقع ريال مدريد تشيلسي نصف نهائي هلأ مين عن نهائي هادم نحكيه بعدين لنشوف المباريات هلح تصبط توقعات ولا لا أنا هاي توقعاتي بايرين سيتي نص نصف نهائي طبعا بالجهة المقابلة ريال مدريد تشيلسي يلي بحب يتحداني يحطه بكومنت ومنشوف مين رح يرباح وهيك بنكون وصلنا نهاية حلقة اليوم أو فيديو اليوم من قرعة دورة أبطال أوروبا بتمنى يكون عجبكم بتمنى دائما دعم للقناة لايك كومنت تفعيل زر الجرس ومثل ما حكينا يلي حابب يتحدى ويكتب توقعات ويحطها بكومنت أنا حكيت توقعاتي مين رح يتأهل للنص نهائي ومتأكد انه هاي الفرقة رح يتأهل على النص نهائي وبعدين بنحكي مين رح يتأهل على النهائي ومن هلا عارفوان من رح يتأهل على النهائي اكتبونا بكون توقعاتكم تحياتي بأمان الله